لم تخلو مداخلة مسؤولة الاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية والأمن كاترين أشتون أمام جمهور مركز ويلسون بواشنطن من لمسة إنسانية وهي تتناول مستقبل عملية تفكيك الأسلحة الكيميائية في سوريا أشتون أشارت للقلق الذي ينتاب الاتحاد الأوروبي وشركائه من مخاطر الأزمة الإنسانية التي تهدد حياة ألاف السوريين في الداخل وفي ملاجئ دول الجوار 70% من سوريا تعرض للتدمير الشامل مدن كاملة والأهم من كل ذلك حياة كل الناس تضررت أطفال عديدون من غير أهالي وآخرون من غير عائلات التحدي المستقبلي هو كيفية إعادة بناء هذا البلد وإعادة إحساس الناس بالانتماء إلى بلدهم أما عن القلق الآخر الذي طرحته الدبلوماسية الأوروبية فيتصل بتفكيك المخزون الكيميائي السوري أشتون قالت إن هناك مسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف مستعيدة المأساة استخدام السلاح الفتاك وما خلفه من عدد كبير من القتل بين السوريين استخدام الأسلحة الكيميائية أظهر لكل العالم حجم المأساة في هذا البلد وأدرك العالم من خلال ذلك خطر استخدام هذا السلاح على حياة الآلاف من السوريين الواقع القائم حاليا في حياة السوريين يصعب وصفه حقا في الوقت الذي كانت تتحدث فيه أشتون عن الأزمة السورية وبقية الملفات المتحركة في منطقة الشرق الأوسط كان خبراء أمميون يستعرضون أمام جمهور من المهتمين في واشنطن فرص نجاح المجموعة الدولية في تفكيك أسلحة دمشق الكيميائية والمخاطر التي قد تعيق نجاح هذه العملية التحدي الأكبر هو كيفية تأمين عمليات التفكيك واستحرب مفتوحة سيكون هذا هو الخطر الحقيقي على المفتشين الأمميين وسيكون خطر التعرض لهجمات من جهات عدة احتمالا قائما في أي لحظة ولأن أغرب المتحدثين عن الكيميائي السوري سبق لهم العمل في العراق في مرحلة تفكيك أسلحته البيولوجية في تسعينات القرن الماضي لم تغيب المقارنات بين تجربة تفكيك أسلحة النظام السابق في بغداد حين ذاك ومستقبل هذه العملية في دمشق المقارنة بين تجربتي لراق وسوريا مختلفة من حيث الوضع القائم في سوريا حاليا علينا أن نتعامل مع الظروف القائمة وعلينا أن نجد الطريقة الأفضل للعمل في 45 موقع تم تحددها حتى الآن يقول خبراء هنا في واشنطن إن ما يشهده الملف السوري في السياسة الأمريكية هو عملية تأجيل وانتظار لما ستأول إليه الأحداث في شقها العملي والسياسي في هذا البلد المضطرب بامتياز رابح في لالي الحرة واشنطن